قال صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجدنبت الكبائر وتماتك من غير ما تتوب ولا ترجع لربنا وراك كده بتتمسح كل ذنوبك الصغائر إذا صليت صلواتك الخمسة قالك طب ليه مش بتغفر الكبائر لأن الكبائر خطايا الإنسان بيقع عليها بخطوات محتاج يقعد مع نفسه ويراجع نفسه ويتوب لربنا ويتعلم هو إيه اللي وقعه في المصائب الكبرى دي أما الصغائر اللي بتصدر مننا ليل نهار كبشر الصلاة كنزك في تكفير هذه الصغائر وكل ما كان الإنسان حكيم كل ما ضرب مثال مطابق جدا للواقع شوف المثال ده في التكفير عن السيئات بسبب الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه الرجل في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء الدرن هو التراب اللي على الجسم